انا بحب الاكل المكسيكي جدا عشان طعمه حلو وعادة بيكون حرق و انا بحب الاكل حرق قوي والاكلة دي خصوصا من الناكلات المفضلة عشان بتتاكل بكزا طريقة مع رز بسمتي على فرايز على هوت دوغ او حتى الواحدة هكذا مع تشيبز انا عمر عربي وفي الفيديو ده هوريكو اذا عملت تشيلي كون كارني اول حاجة عملت ميكس التوابل بتاعت التشيلي مع لقتين صغيرين كمون هعليهم معلقتين صغيرين بابريكا انا استخدمت البابريكا مدخانة عشان تدي طعم الشاوي في التشيلي بس ممكن تستخدموا العادية كمان حطيت معلقة صغيرة واحدة بودرة توم وبودرة بصل وزعتر وشطة لو مش عايزين هحرقها بلاش الشطة وقلبت كله في بعضه المكس ده مش بس حلو على التشيلي ده ممكن تستخدموا على اي حاجة عايزين تدوها الطعم المكسيكي الاكلة دي كمان بتحتك راش توميدوز هواريكا ازاي عملتها قشرت نص كيلو طماطم في طريقة التأشير الطماطم بانه كنتحطوها في مية مغلية بعد كده في مية التلج وموضوع طويل شوية بس لو الطماطم ناشفة زي لنا استخدمتها يبقى سهل قشرتها بالبتاع اللي بتأشر البطاطس دي عادي بعد ما قشرتها قطعتها مكعبات صغيرة وحطتها في بولة كبيرة وبعد ما خلصت الكمية كلها بدأت فعصها بإيدي كده القوام النهائي للكراش توميدوز المفروض يبقى نص نص كده لا هو ناشف ولا هو عصير حاجة بين البنين لو مكسلين تعملوا كل ده في الطماطم ممكن تشتروها جهزة بتتبع كانز في السوبر ماركت بس في مصر بتبقى غالية شوية او ممكن تعصروا طماطم في الخلاط وتصفوها بس النتيجة النهائية لو استخدمتوا كراش توميدوز بتبقى احلى كتير من لو استخدمتوا عصير طماطم قطعت كمان بصلة متوسطة مكعبات صغيرة جدا ممكن كنت قطعها في الكبه بس ما حبيتش اوسخ موعين كتير وقطعت فلفلة حمره برده مكعبات صغيرة وعشان عايزة حرقها قطعت معها قرن فلفل احمر حرق برده مكعبات صغيرة بس تخدم فلفل احمر بس عشان لون التشيلي يبقى اكوى في الاخر وحطت فصنتم كبار ههرسهم وانا بسوي الحاجة كمان صفيت كان فصولية حمره وغسلتها بالمية لو مش بتحبوها ممكن تستغنوا عنها واللحمة اللي هستخدمها هي نص كيلو لحمة بقري مفرومة قليلة الدسم بس ممكن استخدموا اي نسبة دسم عادي كده انا جهزت كل المكونات الاساسية ومش فاضل غير التسوية معايا البصل الفلفل الاحمر والحرق التوم الفاصولية الكراش توميروز مكس التوابل وطبعا اللحمة المفرومة بدأت التسوية على نار اعلى من المتوسطة سخنت زيت زتون ممكن تستخدمه زيت عادي لو حبين لما سخن حطيت فيه البصل وهرست فاصين التوم وقلبت دقيقة واحدة بس لحد ما راحتهم بدأت تزهر وبعد كده حطيت الفلفل وقلبت لحد ما كل حاجة شبه استاوت ولون البصل بدأ يصفر ويبقى شفاف كده حوالي 5 دقيق بعد كده حطيت اللحمة وفضلت افتتها كده عشان ما تعملش كتل لما تفتتت وقبل ما تستوي بالكامل حطيت التوابل وفضلت اقلب حوالي 5 دقيق كده لحد ما اللحمة بقى لونها بني واستاوت بعدين حطيت الكراش توميدوز وكوباية مية مغلية ومعلقتين كبار مليانين مع جون طماطم ومكعب مرقة لحمة لو مش عندوكوا استخدموا مرقة دجاج او حتى بدلوها والمية بكوباية شربة لحمة وزودت في الاخر معلقة صغيرة في الفلسود ونص معلقة صغيرة بس ملح عشان المرقة ملحة شوية ومعلقة سكر وقلبت بس كنت ناسي حاجة الفاصولية لما كل حاجة تقلبت في بعض كويس وبدأت تغلي من على الاطراف غطيت الحلة وغطيت النار لأهدى حاجة وسبتها تستوي براحتها على نار هادية سيبوها على النار على أقل لنص ساعة بس لو سبتوها ساعة كاملة هتبقى أحلى بكتير كده كده مش هتستهلك غاز كتير عشان احنا بنسويها على أهدى نار أهم حاجة ان طول فترة التسوية ما تفتحوش عليها غير مرة أو مرتين بس عشان تشوفوا لو المية اللي فيها نشفت بس لو مشيتوا على المقادير اللي قلتها بالضبط وخليتوا النار قهدى حاجة عادة مش هتنشف منكم المية وهتبقى كويسة للآخر بعد الساعة فتحت عليها وقلبت تقليبها سريعة كده وضقت عشان تأكد ان مش نقصها حاجة وشلتها من على النار وبس كده بتاخد وقت طويل فعلا بس تستاهل ممكن تعملوا منها كمية كبيرة وتشلوها في الفريزر وتفكوها وقت ما تحتاجوها بس بس هي مش هتقعد كتير في الفريزر عشان زي ما قلتلكم بتليق على حاجات كتير وهتلاقو نفسكو خلصتوها بسرعة جربوها وقلو لرأيكو وما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب وفعلوا على الإنستغرام ولو وصلتوا للنقطة دي في الفيديو شكرا جدا انكم تتفرجوا للآخر